خطأ حصل من كهربا اللي خد غرامات انتو شفتوها مليون جنيه على طول وعودة من البطولة يعني هيكشف مهتاح هي فاكرين ان اللي قالي هو اللي صفاره عشان يرجع اه ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي يخاو انا عاد زفع افهم سؤال كهربا حيتكلم اكتر من ان يقول ان قالولي في اتحاده الكورة العقدة لا يمكن توصيقه لانه ما توصقش في معاده فصافر من هنا راح موسقينه اه يعني لا اعتقاد هؤلاء الصغار ان الاهلي ممسوك من ايده من حد لا لا ثم لا طاهر محمد طاهر انا بقول لكم كل نجوم الاهلي في مرمى الجهل والغرض والمرض طاهر محمد طاهر بمجرد الرجل مشد حيله واداله كولر الثقة ورحل المنتخب الوطني اسفجأة فرضوا على الناس قال ايه الناس بتقرنوا بزيزو وايش جاب لجاب وكلام تحسوه غريب جدا جدا هنشوف الكابتن واقل الاباني بيتكلم في موضوع طاهر ونشوف حد تاني اسوأ من كده برضو كنا بنتكلم على صورة طاهر وزيزو رأيك في الاتنين وتقييمك لأداءهم وطاهر طاهر لما جي النادي اللي قاله هو العيب كويس في الاصل لكن مستوى قال 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 لدرجة ان الامور بيتمعه ممكن تكون جاد صعبة لكن كن هو يشتغل على نفسه وزارة سنادي بمستوى كويس فده يتحسب له لما بيبقى كويس هنقول ان هو كويس طاهر الفترة دي ماشي كويس طاهر الفترة دي اداءه احسن بكتير الاستمرارية بقى اللي هتقول طب واحد لما يجي كارن بطاهر وزيزو مفيش مكارنة ليه بقى هقول لك ليه لان ده واحد مستمر في الملاعب زيزو احسن لعيف في مصر كذا سنة تمام يمكن مستوى قال للفترة دي بس فترة البسيطة دي وما قالش في مستوى طاهر خد بالك يعني لما مستوى طاهر لما كان قال النسبة بتاعته في النزول كانت اكتر من نسبة زيزو تمام تعصدك استمرارية طبعا فمجيش على لعيب جاب جون مع منتخب مصر تقول اصل زيزو بقى له فترة في منتخب مصر ما جابش جوان لا دور زيزو مهم جدا زيزو عمل جوان دور مهم جدا تاكتكية زيزو بيلعب في وجود محمد صلاح طاهر ما بيلعبش في وجود محمد صلاح زيزو بيلعب في مطشات مضغوطة طاهر لعب في مطشة اصلا اي حد يلعب مش هيبقى مضغوط لان انت كده كده وصلت صحيح الضغوط اللي يعتب على فكرة صعود لازم هنا تفرق حضرتك تمام طيب خالد الغندور عايز يفرض على واقل الأباني مقارنة ايه عشان يتقال ايش جاب لجاب فالأباني كان الرجل عنده رؤية تحليلية شوية قال له عايز دلوقتي دلوقتي في الفترة الحالية زيزو مستوى أهل طاهر مستوى هايل ماشي كويس طاهر بدايته مع الأهل كانت أقل للفترات اللي فاتت لكنه اتطور ولما راح المنتخب بقى كويس بس الحقيقة وقع الأباني ويحسب له انه رفض المقارنة لان قال له ده بيلعب في المنتخب وثابت مستوى بقى له قد ايه وده أول مرة يروح المنتخب ده كلام رؤية فيها وعي من وقل الأباني برغم ما حاولت بندق لطوريته انما اللي اتورط وادعى ان فيه حملات للمقارنة الأستاذ عمر أديد نشوف نسم العقد بتاع زيزو دايما فيه دايما مشكلة عقد زيزو يعني من أول ما زيزو دخل الزمالك فيه زيزو وياخد كام وكتير قليل خلاص بلا زعل وبلا مقارنة ولا أريد أن أصغر من حجم أحد لكن الحملة اللي موجودة اليومين دول اللي بتسأل هو طاهر محمد طاهر مش زيزو توقفت يقول لك ايه ده أنتو عايزين تدو زيزو الكلام ده ما تشوفوا طاهر بياخد كام ده طاهر أحسن من زيزو أنتو بتتكلموا جد زيزو يقول لك طب ما تبص على السكورشيد بتاعه شوف طاهر محمد طاهر وبعدين يبدأوا فيه سرد أسماء لعبين في النادي الأهلي لا ترقى يعني مع احتراب يا جماعة طب هو مش فيه صلاح أنا ينفع عاجي أقول لك طب وإيه ليه صلاح بياخد كده ده مش عارف مين بهبوء اللعبي مش عارف فيه نحسن من صلاح اللعبين أسعاره مقامات قال لك مش عارف بياخد خمسة أو تمانية بقى عارف مين عارف وطلب مش عايز بلاش هو زيزو ده حيبور يعني زيزو ده لو ويف كده في قاوت اللعبين والطرح للبيعة مش عالي حد يشتريه ده لا لنفسه يشتري زيزو هو زيزو ده قليل انتو بتتكلموا في ايه بس يا جماعة وتلقى المحللين الأمريقيين طبعا طار وهات السكورشي وهات وهو في السكواد البتاع ولما يرجع لورا يا جماعة طاهر لغاية من سنة كان الأهلي مش حيلعبه كور كان أعظم إنجاز عمله طاهر محمد طاهر السنة اللي فاتت لما كان شايل الكاسد في أغنية ساطلان يعني حتى ما تبصوا للمنتخب كده هو فيه صلاح وفيه زيزو ترزيجيد على عينه وراسي طبعا وعندما أراد أن يدي فيه أعطى لطاهر حقه يعني أعلى إنجاز أنه هو بيرفع الكاس لا 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 كان ماسك الكاسد وبيغنس أطلان لا الكاسد 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 حبيبي هما طلعوا من الملعب بعد البطولة غنوا الأغنية دي خلاص يعني فاز بالكاس وعلى فكرة هو فماتش الرجاء هو اللي جاب الجون هو اللي حسب موضوع البطولة طاهر محمد طاهر إحنا ما تقدرش تقعد نقارن طول الوقت يعني أنا هو أحد من الناس هواية ومزاجي أشوف حسين الشحاد ده لأيب ما حصلش ده أنا بحب النوع ده أنت شايف النزيز ما حصلش ويأخد خلاص ده حق لكن إيه بقى نغمة التأمين اللي بيقل لبقى دلوقتي أنت روحت على أنا ما سمعتش إن فيه أي نقد قال مقارنة بين طاهر وحد زي ما ما سمعتش إن فيه ناخد بقار بن زيز ومحمد صلح مثلا لأن فيه حاجات ما تقالتش لكن لو دعينا إنها تقالت إن بتدي نبني عليها هنا أستاذ عمر والله العظيم أنت أنت بتستغل المتابعة على برنامجك التوك شو السياسي فإنك تحدي في حاجات ساعات ما بتحصلش لحد آه جماهير بتحفل على بعضها أو أول ماتش دولي له جاب جون وماشي جاب جون يعني لعيب فعلا على رأي الكابتن وائل كان بعيدا تقدم الصفوف واحد من أهل مع نجوم الدوري المصري حاليا والنادي الأهلي لازم نحتفي به مش عابك ما تحتفيش به نفس منطقك أنت بتقول زيزو احتفي به اللي مش عايز يحتفي به زيزو هو حر لكن مسألة إن إحنا نبقى بحجمنا الإعلامي ده ونحدف كلام ما حصلش وما لوش لازمة غير إن إحنا نصير جدل يزيد من الإحتقاء طيب هو واضح جدا إنه الأستاذ عمر أديب شأن كتير من الزمال كوية دايقوا إنه طاهر محمد طاهر بدأت الناس تتكلم على إنه يبقى لعب في المنتخب زيزو لعيب كبير ما حدش يقدر يناقش ولا يختلف إنه بقاله 3-4 سنين واحد من بين أحسن اللعيبة في مصر لا تبخسوا الناس أشياءهم إنت عايز تتديله مليار جنيه في السنة ما تتديله هو مين اللي هيتديله يقولك بيقارنوا علشان إمام اسمه إيه ده زيزو ما يستحقش كذا لا يعم يستحق اتديله اللي إنت عايزه اكتب له النادي إنت حر هو الأهل اللي هيكتب له اتديله نص النادي الأهل مش هيدفع ومش هيشتري بالكلام ده لكن انت علشان تدافع عن صورة زيزو وهي تستحق تقوم حاجة في كلمتين ثلاثة بإفهات سخيفة في حق لاعب زي طاهر محمد طاهر الكل يشهد باكتهاده وبروحه العالية وبالتزامه وباحترافيته وتقول لي كل إنجازه غنصت لنا لا كل إنجازه إنه رحكس العالم للأندي كل إنجازه إنه لعب ستة فينال في دور الأبطال غيره ما شافهاش بقاله عشرين سنة فأنت بتتكلم على أرضية بطولات وأرضية حقائق ولا أرضية سطلانة عايز ترفض المقارنة بين زيزو وطاهر وترجع تقارن زيزو بمحمد صلاح وتقلل من حجمة رزجية على البيعة لا 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 خالص من الناحية الفنية لكن المصيبة زي ما المهندس عاد لأشار وإنت سمعت الكلام ده فين هي دي عاملة زي الإعلانات التخيولية حد عايز يعب هوا ما عندوش حاجة فجأة يقول لك كل الناس طلعة تقول زيزو أحسن ولا طار اللي هم مين بقى حد كتب على الفيسبوك يعني لو أنتو بتاخدوا شغلكو من السوشيال ميديا أو الكلام اللي بتقال عنده جمهور لا دحنا روح نبدا لا وعلى فكرة ساز إبراهيم دحنا روح نبداه إنه الناس بدل ما تناقش أراء جدة حقيقية هي اللي بتنقاض وراء كلام لا على فكرة فيه نقطة مهمة إذا كان أحد الجماهير أو أحد الناس البلوجرز أو اللي بيسموه بيقول رأيه وهو متعاطف مع أي لعيب وشايفه أحصل عدة حقه بس مين قال لك النادراء يا عامو ده النادي الأهلي لا وإذا كان يعني ما تقول فلان فلان بيقول مين هو هل الأمر وإنتو كلكم بتتفرجوا هل الأمر النادي الأهلي أو إعلام النادي الأهلي فرض على الناس مقارنة بين زيزو وطاهر وفضل طاهر عن زيزو ده حاجة وده حاجة وقال للأباني كان عائل جدا ده مستواه مستمر ومستقر بقاله ثلاثة أربع مواسم وده لاعب بيستعيد قوته وبيستعيد مكانته واحد كان من أحسن الصاعدين في مصر وكان مطمع كل الأندية وكان قريبا من الاحتراف في أوروبا وسعى الأهلي والزمال وغيرهم لاختناصه وجاء إلى النادي الأهلي أجاد أحيانا وأخفق أحيانا إلى أن تقلق وبدأ في التصاعد يا أخي احنا عايزين نعتد بلعبنا زي ما أنت معتد بلعبك ها انت حر وإحنا أحرار برضو وجماهير الأهلي حرة ليه تنكر ليه تنكر على طاهر أداء يا سيدي جماهير عايزة تشوف طاهر أفضل لعب في مصر دلوقتي ما هي جماهير دي مشال كانت تأخذ طاهر هي هي صحيح وابتدوا يقولوا إحنا أسفين يا طاهر أنت دلوقتي يحسن لعب في مصر ما يقولوا لكن وانت بتنقشهم ما تنقش شيئا كانها مؤامرة لا هذه أراء كروية كل واحد فينا له نجم المفضل وحسب حالة اللعيب وأنية التقييم لا طاهر يقايا من نهاردة هو واحد اللي لم يكن الأفضل في مركزه في الوقت الراهن أستاذ عمر أرجوك ما تعبيش المسدس هوا ما تعبيش المسدس هوا لأنك لو عايز تعرف بجد قيمة العلاقة الطيبة بين اللعيبة المحترمة إيه رأيك مش انت عمال تضغط وتدوس على عصابة جامد عشان زيزو وطاهر طب هتعمل إيه بقى لو زيزو هو اللي كلمك عن طاهر أعتقد أن تبقى صعبة عليك قوي طاهر بمجرد ما تقلق الرجل مع المنتخب أول حد هنهز زيزو بعد ما تسجل هدفه في الكاب فردي وقال له ما شاء الله هي دي الروح الرياضية وهي دي علاقة اللعيبة المحترمة مع بعضيها لكن شغل وصلات اللي انتوا شايفين هدية لا لا خالص يعني هنا زيزو لعيب كبير لعيبة المنتخب كلهم مع بعضهم علاقتهم طيبة جدا لكن أعتقد شغل الخبلانة بقى في التوكشو لمجرد التقليل من الناس لحساب ناس ده مش موجود بين اللعيبة أرجوكوا كفاية كده على منطقة أنا بس عايزة أقول لا حنلاقيها من أحمد سليمان وحراس المرمى ولا حنلاقيها مع عمرة أديب وزيزو وصلاقوة طاهر وبين يكون فؤون حسام حسن الحقيقة عايزة أقول موسيقى